فلاش سبور بنزارتي في نادو الصحفية بعد المبارة والرئيسون نحن لم نتحدث 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 نحن نتحدث ورخطاء العملية وإن شاء الله بدنا لها المنتخب في المباراة الجاي يظهر مردود أحسن الترتيب في المجموعة الأولى تونس في الصدارة 7 نقاط جزر القمر الثاني 6 نقاط غامبي الثالث 5 نقاط مدغشقر المركز الرابع زوز نقاط مازالوا زوز مباراة للمنتخب التونسي ضد مدغشقر خارج الوطن وهنا في تونس ضد المنتخب الغامبي وزوز مقابلات في شهر نوفمبر وحسبيا المنتخب الوطني يكفيه 3 نقاط لضمانة لا تأهل لأمم إفريقيا سواء في المركز الأول أو الثانية ونواصل مع التصفيات الإفريقية أبرز النتائج الحاصلة البارح ملاوي ينهزم ضد سينيغال هدف مقابل سفر السودان ينتصر على غانا 2 مقابل سفر تعادل كونجو مع جنوب إفريقيا هدف مقابل هدف هزيمة المنتخب الموريطاني ضد المنتخب المصري هدف مقابل سفر انتصار سيراليون على الكوديفوار بطل إفريقيا هدف مقابل سفر وهزيمة إفريقيا الوسطى ضد المغرب أربع أهداف مقابل سفر في المقابل كما تعرفوا كما حكينا من البارح إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا بعد انسحاب نيجيريا اللي عبرت على احتجاجها على ما اعتبرته سوء معاملة من الجانب الليبي عند وصولهم للمطار في ليبيا في انتظار قرار الاتحاد الإفريقي لكورتا لقدم سواء بإعادة المباراة بتأجيلها لموعد لاحق بهزم منتخب ليبيا أو هزم منتخب نيجيريا تبقى كل الاحتمالات مطروحة المنتخبات اللي ضمنت لحد الآن تأهلها للكان مصر جزائر انجولا الكونجو ديمقراطية الكامرون أغاندا بوركينفاسو والسينيغال اليوم الصباح يعقد وزير الشباب والرياضة سيد صادق المورالي اجتماع مع ممثلين عن قطاع التحكيم المنتظر يتم بعض الاجتماع الاتفاق على فك الإضراب اللي قاموا به الحكام الأسبوع الماضي وقاطعوا مباراة الرابطة المحترفة الثانية لكورتا القدم للمطالبة بمستحقاتهم المادية الاجتماع مهم جدا لضمان حضور الحكام في مباراة الجولة الخامسة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكورتا القدم وهو نذكر بالبرنامج يوم السبت على الساعة الثالثة شبيب تل عمران الاتحاد ريادي المنستيري النادي ريادي بنزرتي النجم المتلوي ترج جرجيس مع ترج ريادي تونسي الخمسة ونص مباراة النادي الافريقي مع النادي ريادي سفاقسي ويوم الأحد اكتمال الجولة من خلال بقية المباراة على الساعة الثالثة كل المقابلات النجم ريادي السحلي يصطي في الملعب التونسي مستقبل جابس مستقبل اسليمان قواف القفصة الأولمبي الباجي اتحاد بن جردان اتحاد تطوين وللتذكير فانه قرار الحكام يشمل مباراة الرابط الأولى يقاطعوا مقابلة الرابط الأولى الى حين موعد الاجتماع مع الوزير يعني مهم جدا ما صيري اجتماع اليوم اذا كان تم الاتفاق على خلاص مستحقات حكام الرابط المحترفة طبعا الأولى والثانية هذا حسب آخر الأخبار في النادي الرياضي لابنزار تينادو الصحفية اليوم في معلعب 15 اكتوبر انتلاقا من الخمسة متال عشية لتسليط الضوء على آخر أخبار النادي والاستعداد لاستقناف نشاط البطولة وتقرر البارح تشكيل لجنة من ممثلي رؤساء رابط المحترفة الثانية مهمتها العلاقات مع الهياكل الرياضية حسب ما يأكد زميننا من إذاعت شباب الهاديش بن ياني لنشكره على المعلومة بعد الاجتماع البارح تم الاتفاق على تركيبة اللجنة هذه اللي تضم يعني كل أعضاءها رؤساء أندية نحكيه على رئيس اللجنة عقيل بن حسين جمعية تريان ناطق الرسمي القنطاوي نوريا ملحة ممسوسة نواب الرئيس خميس الحمزاوي بعث بوحجلة منظر مدين مستقبل ويد الليل رجدي العدودي مستقبل قسرين ووليد المستيري سكاك الحديد السفقسية في كرة السلة تتلعب اليوم مقابلات الجولة السادسة من البطولة المحترفة كابر ستم تلعشية كل المباريات النجم الرياضي الراتسي يواجه نجم حلق الواد الدالية الرياضية بجرنباليا الاتحاد الرياضي المونستيري النجم الرياضي الساحلي مع فريق النادي الافريقي نادي كرة السلة بالمهدية مع اتحاد الأنصار والشبيبة القيروانية يستضيف شبيبة المنازحة أبرز النتائج الحاصلة البارح في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم تعادل منتخب السكتلندي مع البرتغال سفر مقابل سفر انتصار سبانيا على السربيا ثلاثة هداف مقابل سفر مباراة كبيرة بين بولونيا وكرواتيا أو بولندا طبعا تعادل ثلاثة تلاثة بين نزوز منتخبات هذوما وتعادل آخر أيضا بين منتخب سويسرا و الدنمارك منتيجة اثنين مقابل اثنين نهاية هذا الموعد الرياضي أجمل تحياتي مهدي عبيد